إنعام بيوض هي كاتبة وشاعرة وروائية وأيضا فنانة تشكيلية ومترجمة تدرس إنعام بيوض الترجمة بشقيها التحريري والشفوي في الجامعات الجزائرية تدرس طبعا وليس تدرس وأنجزت عدة ترجمات لأبرز الكتاب الجزائريين وتشغل حاليا منصب مدير عام المعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر التابع لجامعة الدول العربية وذلك منذ إنشائه عام 2003 صدر للكاتبة والروائية إنعام بيوض العديد من الأعمال منها رواية السمك لا يبالي التي صدرت عن دار الفرابي بيروت عام 2003 هذا إلى الجانب كتاب الترجمة الأدبية مشاكل وحلول الصدر أيضا عن دار الفرابي بيروت عام 2003 أيضا لإنعام بيوض منشورات في الشعر منها رسائل لم ترسل وهو ديوان شعري صدر عن منشورات البرزخ بالجزائر عام 2003 من بين الأعمال الأدبية التي ترجمتها رواية الإنبهار للراحل رشيد بوجدرة صدرت عن منشورات الاختلاف بالجزائر عام 2002 كذلك ترجمت كتاب زياني أنوار زياني أنوار على التاريخ وهو حوار مع فرانسوا بويون وهو عمل من تأليف حسين زياني وكتاب أيضا بو مهدي فن الخزف في الجزائر وهو من تأليف عبد الكريم جلالي العام بيوض في الفن التشكيلي هي تلك الفنانة التي تحمل حسا مرهفا سرعان ما ترجمته في عدة أعمال حملت توقيعها فظهرت للعلن من خلال عدة لوحات فنية